بعت وزير الداخلية محمود توفيق برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بدكرى العاشر من رمضان وقال وزير الداخلية إن دكرى العاشر من رمضان ملحمة وطنية خالدة ستظل محفورة في ذاكرة التاريخ بأحرف من نور لتجدد في وجدان أمتنا لحظات الفخر بالانتصار والاعتزاز بما قدمه رجال مخلصون عهدوا الله على التضحية والفداء كما بعت وزير الداخلية برقية تهنئة للقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي ورئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر بمناسبة الاحتفال بدكرى العاشر من رمضان